موجز أخبار السياحة من جريدة وقناة تحوى سفراس الإلكترونية أهلا بكم في المستهل تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 74 مليون دينار جزائري لتثمين الموقع الأثري تيمغاد الكائن على بعد 35 كم شرق مدينة باتنا والذي يعود تاريخه إلى الحقبة الرومانية وذلك حسب ما صرح به مسؤول متحف وموقع تيمغاد زانا وإمدغاس وطبنة شافيق بغرارة وأوضح بغرارة أن هذه العملية الممولة من طرف وزارة الثقافة والفنون ضمن برنامج مركزي تتضمن إعادة تهيئة مدخل الموقع وضواحيه من ذلك إنجاز مركز استقبال به لتوجيه الزوار وتعريفهم بالمكان وما يحتويه هذا ونظمت غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية مستغانم صبحت اليوم الثلاثاء لقاء تحسيسي في إطار مرافقة الشباب وحاملي المشاريع في إنشاء مؤسسات حرفية المبرمج على مستوى بلدية الطوهرية وأشرف على اللقاء التحسيسي كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية مستغانم فتح الله بالغول ورئيس لجنة التأهيلات والامتحانات للغرفة إبراهيم أحمد بن قلاوز وغيرها كما تمكنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تنشطان على مستوى الجزائر ووهران وضبط وحجز 307 ألف كبسولة من نوع بريغابالين و35 كيلوغرام من القنب الهندي وتوقيف سبعة أشخاص مع حجز ثماني مركبات منها شاحنتين تبريد إلى أخبار الرياضة يواجه المنتخب الوطني الجزائري مساء اليوم الثلاثة على الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر نظيره البرندي في إذان لقاء ودي له في إطار تربزه المقام بلومي التوغولية تحضيراً للكان بكوديفور كما أكد الناخب الوطني جمال بالماضي جاهزية عناصر الخضر للمنافسة على كأس أمم إفريقيا كوديفور 2023 وقال جمال بالماضي في تصريح له أن الأجواء رائعة داخل المجموعة ووجدنا ما كنا نبحث عنه في تربز الطوغو خاصة من جانب الظروف المناخية وتابع قوله تنتظرنا منافسة قوية بمستوى عالي لكن لدينا طموح كبير واللعبون يريدون تحقيق الإنجاز وإسعاد الشعب الجزائري نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر